تعالى دلوقتي نشوف التركيب المجهري للمبيض فلو جينا ندرس قطاع عرض للمبيض تحت الميكروسكوب هنلاحظ ان المبيض بيتكون من عدد كبير من الخلايا الخلايا دي في مراحل نموه مختلفة يعني فيه اللي لسه صغير وفيه اللي داخل حويصلة وفيه اللي خرج من الحويصلة بعد ما انفجرت وهكذا تعالى ناخد الموضوع كده بالترتيب ونفهم سبب وجود خلايا في مراحل نموه مختلفة اول حاجة اللونسة لما بتتولد المبيض بيحتوي على آلاف من الخلايا الصغيرة واللي اسمع خلايا بيضية اولية والخلايا دي بتكون موبودة في مبيض الانسة اللي لسه مولودة وانفهم جات الزعي لما ندرس المراحل المختلفة لتكوين البيضة لما الانسة بتبلغ يعني بتوصل لسن البلوغ اللي بيكون من حوالي من سن 12 ل 15 سنة اللي غد النخمية بتفرز مجموعة من الهرمونات اسمها الهرمونات المنبهة للغدد ومن ضمنها هرمونات اسمها هرمونات منبهة للمناسل وهم هرمون ال FSH وهرمون ال LH الخلايا البيضية الاولية اللي لسه متكلمين عنها بتكون موجودة داخل حويصلات صغيرة هرمون ال FSH لما بيتفرز من الغد النخمية ويروح للمبيض بيكبر الحويصلات وبيساعد على نموها وبيحولها لحويصلات كبيرة اسمها حويصلات graph وكمان بيحول الخلايا البيضية الاولية الى خلايا بيضية سنوية وبرضه هنفهم الخطوة دي كويس لما نربطها مع مراحل تكوين البويضة لحد دلوقتي البويضة لسه متكونتش هو أقولي الحكاية ان فيه انسة صغيرة لما تولدت بيكون عندها مبيض المبيض ده فيه الاف من الخلايا الصغيرة اسمها الخلايا البيضية الاولية الخلايا البيضية الاولية بتكون موجودة داخل حويصلات صغيرة لما الانسة دي بلغت هيرمون ال FSH بيحول الحويصلة الصغيرة الى حويصلة اسمها حويصلة graph وكمان بيحول الخلايا البيضية الاولية لجوها الى خلايا بيضية سنوية نيجي بعد كده لدور الهيرمون التاني وهو هيرمون ال LH اللي بيسبب تفجير الحويصلة اللي هي حويصلة graph فبتخرج الخلايا البيضية السنوية منها اللي بعد كده بتنطقتها الزوائد الاسبوعية لقناة فالوب علشان تدخلها جواها هيرمون الـ LH مش بس بيكتفي انه بيفجر حويصلة جراف وبيخرج منها الخلية البيضية السنوية لا ده كمان بيحول حويصلة جراف الى الجسم الاصفر يعني نقدر نعتبر ان هيرمون الـ LH هو هيرمون العدو الاول لحويصلة جراف لانه فجرها وخرج منها خلية بيضية سنوية ومش بس اكتفى بكده لا ده كمان حولها للجسم الاصفر حويصلة جراف قبل ما تنفجر كانت بتفرز هيرمون اسمه هيرمون الاستروجين واللي معروف باسم هيرمون البلوغ لانه هو الهيرمون اللي بيسبب ظهور صفات البلوغ عند الانسة زي مثلا نمو الغدد الساديية وبالتالي كبر حجم السادي ونعومة الصوت وكمان تنظيم دورة التمس وتوزيع الدهون على مناطق الجسم المختلفة كل دي صفات المسؤولة عن ظهورها هو هيرمون البلوغ في الانسة واللي معروف باسم هيرمون الاستروجين اللي بتفرزه حويصلة جراف قبل ما تنفجر واللي طبعا اللي ليه دور بشكل جير مباشر في الفراز الهيرمون ده هو الغدد انه خمية لانه بتفرز هيرمون الاف اس اتش اللي بيسبب تكبير حويصلة جراف بعد كده حويصلة جراف لما بتنفجر بفعل تأثير هيرمون ال ال اتش بتتحول الى الجسم الاصفر اللي بيفرز هيرمون تاني اسمه هيرمون البروجسترون وده اسمه هيرمون الحمل وهنفهم كويس اوي بعد كده هيرمون البروجسترون بيعمل ايه يبقى احنا كده فهمنا سبب وجود مجموعة من الخلايا في مراحل نمو مختلفة اسناء دراستنا لقطاع عرضي في المبيض نيجي بعد كده لمراحل تكوين البويضة البويضة علشان تتكون بتمر بثلاث مراحل مهمة ثلاث مراحل بس مش زي الحيوان المنوي اللي بيمر باربع مراحل هما الاتنين بيمروا بنفس اول ثلاث مراحل وهم مرحلة الاولى معروفة باسم التضاعف والمرحلة التانية معروفة باسم مرحلة النمو والمرحلة التالتة معروفة باسم مرحلة النض لحد هنا البويضة بتتكون لكن الحيوان المنوي بيكمل للمرحلة الرابعة واللي معروفة باسم التشكل النهائي والمميز كمان في تكوين البويضة ان اول مرحلتين في مراحل تكوين البويضة بيتموا اسناء التكوين الجنيني للانسة يعني مرحلة التضاعف ومرحلة النمو بتحصل لما تكون الانسة لسه جنين في بطن امها لكن الحيوان المنوي الاربع مراحل كاملين بيحصلوا بعد سن البلوغ في الزكر برضو قبل ما نبدأ نشوف مراحل تكوين البويضة محتاجين نفهم كويس قوي الفرق ما بين الانقصام الميتوزي والانقصام الميوزي تعال نشوفهم سريعا ونرجع تاني الانقصام الميتوزي بيمتج عنه خلايا متمثلة في كل حاجة يعني لو عندنا خلية فيها اتنين نون يعني عدد زوجي من الصبغيات الخلية دي بتنقسم وتدينا خليتين كل واحدة فيها اتنين نون برضو هتقول لي ازاي خلية فيها اتنين نون بتنقسم وتدينا اتنين نون هقولك ان الانقصام الميتوزي بيمر بعدة خطوات اسمها الاطوار بتبدأ من الطور التمهيدي واللي فيه الخلية بتبدأ انها تمهد للانقصام وكل حاجة في الخلية بتتضاعف علشان لما الخلية تنقسم يطلع لنا خليتين شبه الخلية الأم بالضبط انما الانقصام الميوزي بينتبع عنه خلايا بتحتوي على نص عدد الكروموسومات او الصبغيات يعني بيكون فيها واحد نون بس والانقصام الميوزي بيتم على مرحلتين انقصام ميوزي اول وانقصام ميوزي تاني الانقصام الميوزي الاول بيحصل فيه اختزال لعدد الصبغيات يعني عدد الصبغيات بيقل للنص يعني الخلية اللي بتنقسم بيكون فيها اتنين نون فبتنقسم انقصام ميوزي اول واتطلع لنا خليتين كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بس بعد كده كل خلية ناتجة من انقصام ميوزي اول بتدخل انقصام ميوزي تاني والانقصام الميوزي التاني مش بيكون اختزالي يعني مش بيينقص في عدد الصبغيات فيبقى الخليتين الناتجتين من الانقصام الميوزي الاول واللي كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بتدخل انقصام مايوزي تاني وتكون لنا اربع خلايا كل واحدة بيكون فيها واحد نون يعني عدد فردي من الصبغيات المرحلة الاولى في تكوين البيضة هي مرحلة التضعف قلنا ان هي بتحصل اثناء التكوين الجنيني للانسة بيحصل انقصام مايتوزي للخلايا الجرسومية الامية فبتتكون خلايا اسمها امهات البيض امهات البيض وليست امهات المني لان احنا هنا في تكوين البيضة مش في تكوين الحيوانات المنوية الخلايا الجرسومية الامية بيكون فيها اثنين نون وفهمنا يعنيه كلمة اثنين نون يعني ستة واربعين كروموسوم وطالما انقصام مايتوزي يبقى كده امهات البيض بيكون فيها اثنين نون برضو لان حصل انقصام مايتوزي للخلايا الجرسومية الامية نيجي بعد كده للمرحلة التانية وهي مرحلة النمو وبرضو مرحلة النمو بتحصل أثناء التكوين الجنيني للأنسة وبرضه إلى حد ما إحنا فهمنا إيه اللي بيحصل أثناء مرحلة النمو اللي بيحصل فيها الخلية بتخزن شوية غزاء فبتتحول لخلية تانية يعني كده كمهات البيت بتخزن كمية من الغزاء فبتكبر في الحجم وبتكون خلايا تانية اسمها خلايا بيضية أولية وهنا ما حصلش أي نوع من أنواع اللي انك سمعت فيبقى برضه معانا اثنين نون ودي برضه بيكون فيها اثنين نون لحد هنا بتتولد الأنسة والمبيض بيكون فيها عدد كبير من الخلايا البيضية الأولية اللي بيكون فيها 46 كرموسوم يعني بنرمز لعب الرمز اثنين نون بتبدأ المرحلة التالتة وهي مرحلة الندق بعد سن البلو اللي بيكون من 12 ل 15 سنة الخلية البيضية الأولية اللي فيها اثنين نون بتنقسم انقصام ميوزي أول فبتدينا خلية بيضية سنوية فيها نون بس وجسم قطبي برضه بيكون فيه نون بس لان طبعا الانقصام الميوزي الأول فهمنا انه انقصام اختزالي يعني بيحصل اختزال او انقصام في عدد الكرموسومات بدل ما كانوا 46 كرموسوم بيتحولوا ل23 كرموسوم بس بعد كده الخلية البيضية السنوية حجمها بيكون اكبر من الجسم القطبي وده بسبب احتواها على غزاء مضخرة يعني بتدخل كمية من الغزاء فحجمها بيكون اكبر من الجسم القطبي لحد هنا كده تمام بقى معانا خلية بيضية سنوية فيها نون بس ركز كده في الكلمة دي الانقصام الميوزي الأول بيحصل في الانسة بعد البلوغ مرة واحدة كل دورة شهرية بالتبادل طبعا ما بين الببيضين على الترتيب برضو لحد هنا احنا مواصدناش للبويضة احنا بس عرفنا ازاي ان الخلية البيضية السنوية اتكونت وكمان فاضل معانا النص الثاني من الانقصام الميوزي اللي هو الانقصام الميوزي التاني الانقصام الميوزي التاني اسمه الانقصام المشروط او الانقصام المؤجل لأنه مش بيحصل إلا لما يوصل الحيوان المنوي للخلية البيضية السنوية في التلت الأول من قناة فلو أول لما يوصل الحيوان المنوي الخلية البيضية السنوية بتنقسم انكسام مايوزي تاني فبتدينا بويضة فيها نون وجسم قطبي وبكده يبقى الحمد لله وصلنا للبويضة أخيرا والجسم القطبي ممكن هو كمان يحصل له انكسام مايوزي تاني ويدينا جسمين قطبيين وبكده يبقى معنا الثلاث أجسام قطبية إجمال عدد الأجسام القطبية هيكون ثلاثة وتبقى كده عملية تكوين البيضة مرت بثلاث مراحل وهم مرحلة التضاعف ومرحلة النمو ومرحلة النطق وقلنا أن مرحلة التضاعف بتحصل أثناء التكوين الجنيني للأنسة واللي بيحصل فيها وإنكسام ما يتوزن الخلايا الجرسومية الأمية اللي فيها اتنين نون فبتكون لنا خلايا اسمها أمهات البيض فيها برضو اتنين نون ومرحلة النمو برضو بتحصل أثناء التكوين الجنيني للأنسة أميات البيض اللي بيكون فيها 2 نون بتختزن قدرة من الغذاء فبتجبر في الحجم وتتحول لخلايا بيضية أولية وبرضو بيكون فيها 2 نون لحد هنا الانسة بتتولد ولما بتوصل السن البلوغ بتدخل في المرحلة الثالثة وفي مرحلة النون واللي بيحصل فيها انقصام مايوزي أول الخلية البيضية الأولية اللي بيكون فيها 2 نون فبتدينا خلية بيضية سنوية فيها نون بس وجسم وقضبي صغير شوية في الحجم في نون بس وفهمنا ان الخلية البيضية الثانوية اكبر من الجسم القطبي بسبب احتواها على الغذاء المتدخر بعد كده بيحصل الانقصام الميوز الثاني للخلية البيضية الثانوية اللي بيكون فيه نون فبتدينا بويضة فيه نون وجسم قطبي والانقصام ده بيحصل في التلت الاول من قناة فلوب لحظة دخول الحيوان المنوي داخل البويضة علشان تتم عملية الاغصام علشان كده قلنا عليه اسمه انقصام مؤجل او انقصام مشروط لانه مش بيحصل للا بشرط وصول الحيوان المنوي وقعد كده ممكن يحصل انقصام ميوزي تاني للجسم القطبي فبيدينا جسمين قطبيين وبقى كده معانا تلات اجسام قطبية وبقى كده عدد البيضات النتيجة من انقصام خلية واحدة من امهات البيض في مبيض الانسة هي واحدة بس انما عدد الحيوانات المنوية النتيجة من انقصام خلية واحدة من امهات الماني في الخصة هتكون عددهم أربعة لكل خلية من أمهات الماني ويبقى كده بناء على فهمنا تعال نشوف مكرنة سريعة ما بين مراحل تكوين البويضة ومراحل تكوين الحيوان المنوي الحيوان المنوي بيمر بأربع مراحل وهم التضاعف والنمو والنضج والتشكل النهائي إنما البويضة بتمر بثلاث مراحل بس وهم التضاعف والنمو والنضج في تكوين الحيوان المنوي كل المراحل بتصل داخل الخسية إنما في تكوين البيضة بيتم كل المراحل داخل مبيض الأنسى مع عدل إنقصام الميوز الثاني اللي بيتم في قناة فلوب عمية تكوين الحوالات المنوية بتكون عملية مستمرة بتحصل منذ البلوغ حتى الوفاء إنما مراحل تكوين البيضة بتحصل مرحلتين لتضاعف النمو أثناء التكوين الجنيني وباقي المراحل بتحصل أثناء فترة الخصوبة اللي هو ما بيكون من سن البلوغ لحد توقف الدورة الشهرية اللي هو سن اليأس في تكوين الحوالات المنوية أمهات المني اللي بيكون فيها اثنين نون بتختزن قدر من الغذاء وبتتحول إلى خلايا منوية أولية برضو بيكون فيها اثنين نون بعد كده الخلايا المنوية الأولية بتنقص من جسام ميوزي أول فبتدينا خليتين منويتين سنويتي بعد كده كل خلية منوية سنوية بيكون فيها نون بس بتنقص من جسام ميوزي تاني فبتدينا طليعتين منويتين وفي آخر مرحلة اللي هي التشكل النهائي كل طليعة منوية بتتحول إلى حيوان منوي فبيكون عدد الحيوانات المنوية لن يعتج من خلية واحدة من أمهات المني أربع حيوانات منوية لكن في تكوين البيضة بتختزن أمهات البيضة اللي بيكون فيها اثنين نون قدرا من الغزاء وبتتحول إلى خلية بيضية أولية بيكون فيها اثنين نون بعد كده بتنقسم الخلية البيضية الأولية عن قصام ميوزي أول على شنط الدينة خلية بيضية سنوية بيكون فيها نون بس وجسم قطبي بيكون فيه نون بس بعد كده الخلية البيضية السنوية بتنقسم من قصام ميوزي تاني علشان تدينا بويضة برضو بيكون فيها نون بس وجسم قطبي بيكون فيه نون بس وقلنا أن ده اسمه من قصام مشروط لأنه مش بيحصل إلا بشرط وصول الحيوان المنوي في تكوين البيضة مش بيحصل تشكل النهائي على عكس الحيوان المنوي وبيكون عدد البيضات الناتجة من خلية واحدة من أمهات البيضة هي بويضة واحدة بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة